وفي الشأن السوري أكد المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا عدم إلغاء اللقاء المرتقب مع مسؤولين من الخارجيتين الروسية والأمريكية لأنه لم يتم تحديد موعد له حتى الآن يأتي هذا فيما شنت موسكو عصفة من الانتقادات لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية بعد تصريحات منها بشأن خان شيخون انتقادات واسعة وجهتها موسكو لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية اعتبرت فيها أن تصريحات المنظمة حول استخدام غاز السارين في خان شيخون في سوريا تثير العديد من التساؤلات وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إن منظمة حضر الأسلحة الكيميائية تتحمل مسؤولية كبيرة لأن كافة تصريحاتها واستنتاجاتها يجب أن لا تكون فرضيات مسيسة بل سردا لحقائق مؤكدة باستخدام الوسائل العلمية وشدد المسؤول الروسي على أهمية أن تكون كافة هذه الاستنتاجات متوفرة لإعادة التأكد منها من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي إن خبراء منظمة حضر الأسلحة الكيميائية غير غادرين على تنفيذ التحقيق بشكل كامل بسبب ما وصفها بمناورات سياسية داخل هذه المنظمة الدولية من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن خبراء من الدول الضامنة لهدنة في سوريا اتفقوا في اجتماع لهم في طهران على عقد اجتماع آخر عشية اجتماع أستانا مطلع الشهر المقبل وأشار بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إلى أن وفود إيران وروسيا وتركيا بحثت في اجتماع طهران مسودات الوثائق بما في ذلك تلك التي تتعلق بنظام وقف إطلاق النار والحفاظ عليه وتبادل الأسرى والمختطفين مشيرا إلى أن وفدا من خبراء الأمم المتحدة انضم إلى الاجتماعات الثلاثية بصفة مراغب وقدم خبرته ومساعدة تقنية لا تقدر بثمن من جهته أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا اليوم أن اللقاء المرتقب بين كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية الأمريكية والروسية حول الأزمة السورية في جينيف لم يتم إلقاؤه إلا أنه لم يتم تحديد موعد له بعد كما أكد ديمستورا أنه سيجتمع مع نائب وزير الخارجية الروسي جينادي غاتيلوف يوم الأثنين المقبل لبحث الاستعدادات اللازمة للقاء أستانا المقبل وجولة المباحثات السورية السورية المرتقبة ميدانيا تمكن الجيش السوري وحلفاؤه من فرض سيطرته على بلد الطيبة الإمام الواقع في ريف حمات الشمالي إثر اشتباكات عنيفة مع مسلحي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها وفي ريف دمشق بدأ الأهالي في العودة لمناطق الزبداني ومضايا وبقين بعد خروج المسلحين منها فيما اكتشف الجيش السوري نفقا بطول 500 متر كان يربط بين بلدتين بقين ومضايا حفره المسلحون حين كانوا يسيطرون على البلدتين